وماذا فضيل الدكتور عن موضوع بين المتبرع والمتلقي في موضوع الدين هل يجوز للمسلم أن يأخذ عضوا من غير المسلم وهل يجوز له أن يعطيه إلى غير المسلم إن كان هناك حاجة نعم يجوز له أن يأخذ من غير المسلم كثير من إخوانا الذين يذهبون إلى أمريكا وإلى أوروبا إلى كثير من البلاد الهند وغيرها اللي يأخذوا من أحد البنوك يعني كلية أو شيء من هذا يعني هي في الغالب كلية لغير مسلم والأعضاء ليس فيها مسلم وغير مسلم أعضاء الإنسان هي بكلها مسلمة الأعضاء داخل الإنسان هي مسبحة لله تسبح بحمد الله كلها يعني داخلها في دائرة السنن الإلهية في السجود والتسبيح وهذه الأشياء فالإنسان يجوز أن يأخذ من غير المسلم ويجوز أن يعطي أيضا غيره المسلم كما يجوز الصدق على غير المسلم القرآن ذكر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا في وصف الأبرار الأسير كان من الوثنيين المشركين في ذلك الوقت ومع هذا القرآن مدح الذين يطعمون الطعام على حبه هو يحب الطعام ومحتاج إليه يطعم الأسير ويقول إنما نطعمكم لواجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة ونبع صراته السلام وبعض الصحابة كانوا يتصدقون على أقاربهم المشركين فبعض الصحابة أنكر ذلك فنزل قول الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أنت تديهم الصدقة وتبزل لهم المال والهداية من الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون إذن المسألة مسألة إنسانية غير متعلقة بالدين نعم نعم إنسانيا إنسان يرجو فيها وجه الله الخير الذي يقدمه يقدمه ابتغاء وجه الله صحيح إن كان الأمر فيه موازنة بين مسلم وغير مسلم المسلم أولى والمسلم الصالح أولى من المسلم الطالح المسلم العاصي المسلم الفاسد لا المسلم الصالح أولى منه والمسلم الذي له حق مثل حق القربة أو حق الجوار ابن عمه ابن خلته قريبه جاره الله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والجار ذي القربة والجار الجنوب كلما كان له حق كان أولى من غيره قبل الدخول فضيط الدكتور إلى المخور الثاني والذي هو بعنوان ما الذي يتم التبرع به لنشاهد سوية هذا التقرير الذي جاءنا من عمان لا تزال قضية زراعة ونقل الأعضاء البشرية تشهد جدلا واسعا من الناحية الشرعية والطبية وزاد من رقعة هذا الجدل والخلاف غياب رؤية واحدة قائمة على أحكام فقهية واضحة انتجاه هذه القضية ففي الوقت الذي شرعت فيه بعض الدول العربية والإسلامية في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء ووضع القوانين اللازمة لذلك فإنه ما يزال هناك جدل حول هذه العمليات في دول أخرى أسباب الخلاف تعود إلى سببين رئيسيين الأول طبي يتعلق بكيفية تحديد الوفاة والثاني فقهي يتعلق بملكية هذه الأعضاء هل هي للإنسان أم أنها وديعة لله عز وجل لا يجوز التصرف بها يجب أن نعمل فحوصات طبية كثيرة للتأكد من وفاتهم دماغيا هناك فحوصات سريرية هناك تخطيط للدماغ بالنسبة للشرع يحق لنا أن نأخذ أي عضو باستثناء الأعضاء التي لها علاقة في الرح المبيض أو الخصيتين هلا مش كل متوفة مناخد منه قرنية أول شيء لازم نكون عارفين أسير المرضية لهذا المتوفة لازم نكون عارفين إيش سبب الوفاة عنده وإيش أمراض هو تأثر فيها خلال حياته لأنه في بعض الأمراض ممنوع منعا باتا أنه ناخد القرنيات من المصاب فيها لأنه ممكن أن نقولها للمريض اللي بدنا نزرع له القرنية لكن عمليات زرع ونقل الأعضاء تعتبر في بعض الدول لحلقة الوصل بين إنقاذ المرضى وهلاك الفقراء فعمليات السوق السوداء لشراء الأعضاء من المحتاجين باتت تنتشر بشكل كبير في ظل تغيب الرقابة أعضاء بديلة أو قطع للغيار كما يحلو للبعض أن يسميها بات من السهل الحصول عليها بالطريقة القانونية أو عبر السوق السوداء لكن الخلاف الذي لا يزال قائما هو موقف الدين من هذه القضية ناهيك عن الموقف الطبي منها معتز القيسية الجزيرة عمال فضيط دكتور ما هي الأعضاء التي يجوز التبرع بها نريد أن نعلق على هذا التقرير حول مسألة زرع الأعضاء والوفاة الدماغية لأن هذه القضية بحثت بحثا جديا وطويلا على مستويات عدة أول من بحث هذه القضية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت وهي التي سنت سنة حسنة في أنها تجمع بين أطباء الشرع وعلماء الطب والحياة ويعرضون القضايا ويعرضها الأطباء ويشرحونها والعلماء الشرع يعني يدلون الحكم فيها ونقشهم الأطباء وتظلل مسألة عدة أيام حتى تبلور حكم يعني فأول من قرر هذا الأمر أن الدماغ هو وفاة الدماغ هي الوفاة الحقيقية وليس توقف التنفس أو توقف القلب ثم أقرر هذا المجمع الفقهي الدولي في عمان سنة 1978 واعتبر أنه إذا تلف الدماغ أو جذع الدماغ وبدأ في التحلل فهذا هي هذه الوفاة الشرع لم يحدد لنا الوفاة فلذلك الفقه ممكن بالتعاون مع العلم ومع الطب يحدد لنا هذه الوفاة وأقر ذلك المجمع الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي وأخذت به كثير من الدول وأظهرت بها القوانين ولكن هناك جماعة فقط يعني قليلين من الأطباء في مصر روم لأذين أثاروا ضجة حول هذا الموضوع وأنا شخصيا ليس عندي أي شيء هذا مطمئن تماما إلى أن الوفاة الدماغية هي الوفاة الحقيقية وهذه تتيح فرصة للإنسان الذي يصاب في حادثه من أصيب في حال وتعرف نحن في عصر الحوادث الكثير يعني جدا فهذه الحاجة تتيح فرصة للإنسان أنه يتبرع بأعضائه إذا حصلوا فاة دماغية يتبرع بالأعضاء التي يمكن التبرع بها من الكبد والكلية والقرانية وغيرها يستفيد الآخرون منه وهو يعني يستفيد ثواب وصدقة وأجر من الله عز وجل لأن هذه الأعضاء بعد أن توفزها تتحلل وتتحلل إلى تراب فلماذا لا يستفيد منها الآخرون ولكن أن نشجع كل من يعني يتبرع أو يوصي أنه إذا أصابته حادثة يتبرع بالعضو من أعضائه هذا الذي نطمئنه إليه ونفتبه التبرع بالأعضاء نتيجة الوفاة الدماغية فضيئ الدكتور نتحدث نقل عضو من إنسان إلى إنسان سواء كان هذا الإنسان مسلما أو غير مسلم ماذا عن نقل عضو من حيوان إلى إنسان حتى لو كان هذا الحيوان نجس العين كالخنزير مثلا ما الحكم في ذلك إذا كان هذا سيفيد الإنسان لا حرج في ذلك إذا قرر الأطباء والعلماء أن نقل هذا العضو إلى الإنسان يفيده الإسلام لا يمنع من ذلك حتى ولو كان هذا الحيوان محكوما بنجاسته مثل الخنزير أو مثل الكلب عند معظم العلماء لأن لا أرى مثل هذه الخنزير محكوم بنجاسته ولكن المهم بالنجاسة في الظاهر لا في الباطن الباطن كله نجاسة يعني باطن الإنسان مليء بالدم والبول والبراز وهذه الأشياء ونحن الإنسان مرحاض متحرك ما لهاش قيمة هذه الأشياء النداسة التي تؤثر هي ما كان خارج الجسم وبعدين المحرم في الخنزير هو أكله حرم عليكم إنه محرم تتا والدمة ولحم الخنزير يعني أكله إنما الانتفاع به لا مانع منه إنه بعض السلام مرة على شات ميتة فقال هل لانتفعتم بجلدها فقالوا رسول الله إنما هي ميتة قال إنما حرم أكلها فيحرم أكل الخنزير إنما ليست الانتفاع بالخنزير إذا كان هذا يعني ممكناً وثابتاً من ناحية العلمية فلا حرر في ذلك بالنسبة للميت فضيلة الدكتور يعني إذا أوضع